تتواصل منافسات المجموعة الأسيوية الرابعة لكأس ديفز التي يستضيفها الاتحاد البحريني للتنس على ملاعبه في جامعة بوليتكنك بمدينة عيسى خلال الفترة من الثامن عشر إلى السادس والعشرين من أكتوبر الجاري هذا وحرص الاتحاد على توفير كل سبل النجاح لهذه البطولة من النواحي التنظيمية إضافة إلى إعداد لعبي المنتخب الوطني بالصورة المناسبة لخوض منافسات البطولة التي تشهد مشاركة منتخبات 13 دولة أسيوية وسيتأهل منها منتخبان إلى المجموعة الأعلى وهي المجموعة الثالثة هذا وكان رئيس الاتحاد البحريني للتنس الشيخ عبد العزيز بن مبارك الخليفة قد أكد على أهمية مثل هذه البطولات واستثمارها في الترويج السياحي والاقتصادي لمملكة البحرين